إذا نرد راجع السريع بما عملها سيميليشن عندنا هون إحنا هون بالبداية ونفترضين أنه أنا عندي دي سي سورس في الواقع في مصنع إذا أنا في مصنع ما رح يكون عندي دي سي سورس هون رح يكون هذا احتمال كبير نحن نكنترول تقتيني دي سي هذا منسميه دي سي بس دي سي بس إذا عليه دي سي بوتش اللي هو مصدر الطاقة تحول إلى دي سي فيها ريكب رح يكون لكل خمسين لكل عشرين ميلي ساكب رح يكون عندي هون لكن بحالي هاي أنا معكدها هلا هون بس دي سي سورس دي سي سورس عندي هدول رح يصير فيه فارغ بالا جي بي تيز هون وهي جاين هون هلا بنعمل بنفتح هلا بنعمل بنفتح هذا قاعدين طبعا كبس ست ستة فيه فتحنا الست هون حولناهم حظناهم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة مش زي الترقيب اللي هون الترقيب اللي هون له سبب تاني لما نستعمل لما نستعمل الفارغ بس هون الفارغ هدول المعهولين بهذا الفارغ معهولي ما يكونه ر بار اس اس بار تي تي بار طلع معي من هون اخدت من هون شبقته مباشرة عن المحرك المحرك احنا مشغلينه في يعني انا بدخله تبع اللوت اللي هو بالحالي هاي صحيح وهو بطلع السبيد اللي ناتج عنه ازيش بقدر يعني احنا اخدنا هون المفروض مشبقه عن لوت مصبوط فلازم ااخد هاده تذكروا الميكانيكا اللوت هون فرح ااخد هلا ال رح اشبقه على اللوت من هون وبعدين عندي السبيد هلا سبيد هاي تابعة اللوت هون رح تطعها عاما هاي الفينوسيتي تابعة اللوت لانه زم تذكرين حطينا هون سيم ميكانيكا حطينا انيرشا واشياء اخرى دكتور هلا احنا مرجعينيك على الموتور ايوه بس انت حكيت سبيد طالما اه ااسف ااسف هادي سبيد هون انا مغير الموضوع اللي ما رجعتوش زي اول اوكي هانا ارجع هون هاي سبيد مصبوط صحيح اوكي فمرجع له احنا سبيد من اللوت برجع ال سبيد تابعة سبيد تابعة هذا الشافت هم فيه شافت واحد بلوف عليه هادي سبيد وبيطلع بعدين ما يطلع معي سبيد وطورك بس تبهبني هو الطورك اللي راح اودي على اه على البود اوكي اللي هيك المفروضة اللي احنا بدينا راح ااخد انا كارير فريكنسي اصغر شوي اللي راح ااخد الف وراح تعمل اللي بحدد لي اديش والكارير فريكنسي اللي بتحدد لي كيف شكل الوه فورم وهذه هاي الاؤبوت فريكنسي هاي الاؤبوت فريكنسي هاي الاؤبوت فورتج الاؤبوت فورتج راح يكون واحد ما هي هو رقم من صفر لواحد فازا كان واحد بعطيني فل فولتج ازا كان معطينا بطلع باطيني نصف الفولتج وبرلا بس هدا كله اللي يطلع عن طريق فبتغير بدلالة اخبت وحنا هون عملي بعدين راح نشوف راح ندكل السيغنال من برا بس هلا هي راح نعمل في الداخل. المفروض نعمل من هون. هنشوف. هلا هون ما اخد وفولتج رح الغي هلا الكرنت. هيا بس الغي الكرنت بناخد بس في بداية. فعندي انا عامل من هون مزبوط. هيا هيا. هلغيها? احنا عاملها. اتكر رحنا ماخدين كرنت. هلا المشكلة كانت المرة الماضي انه انا حاطت اه الاسترسكوب بس ما عم بشوف السيجنال مضبوط لاني حاطت منخفضة على الاسترسكوب. محمولة كانت كان ما يبلحك انه يشوف السيجنال بشكل صحيح. هلا هون واضح انه في عنا هاي شايفين هاي. الاخد ما رح يزين عن ما رح يتغير عن اللي بتغير هلا هنولي بصيروه. بطلع اللي هي احتمال كبير انها الموجود ها. هلا خلينا نعمل زوم عليها ونعد عدد الفلسز فرح اخد هلا اكس اكسز زوم. ناخد هاي مثلا. خلينا عد عدد الفلسز اللي موجودة هون. هلا احنا قديش خطينا الكارير فريكنسي. خلينا نسجلها. ونشوف كيف تتغير معي الكارير فرح حط هون اف. رح حطها سب سي. سب سي من كارير. والموديليشن اندكس كان عندي احتمالها ظن ام اي واسميناها بالكورس بشيء واحد. اف سي. هلا اف سي مثلا عندي كانت هلا هون الف هيرتس. طبعا او اف لود ملاد خمسين بكل الحالة. طبعا ما رح اغيرها. هلا ما رح اغيرها. وكيف بعرف انها هاي ما رح تشوفوا هن رح تشوفوا انها عشرين ميلي سكند السايكل الكام. اذا الف هيرتس كم فلس عندي هون? اذا ما نطلع هون رح تشوف عندي واحد تنين تناتي اربع خمسة سبت سبعة تمانين تسعة عشر عدد عشر احنا عشر تلات عشر اربع عشر خمستاش ستتاش 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 تلات عشر عشرين واحد عشرين. هلا هو رح سي الاختلافات مصيفة للواحد ببعضهم قريبين. بس هادي عندي هون واحد عشرين لمية وتمانين درجة هاي. لانه هاي بس البوزوتيف هون. وهذه طبعا هون عم بطلع لنا يوني بولر سويتشي. هلا لو غيرنا لفريكنسي ردينا من هون. رجعنا هون وغيرنا لفريكنسي خلية نرفعها مثلا لطيع في القيمة نرفعها ل الفين هيرتس. نعمل اوكي نعمل رن. هلا هي بتطلعش بالزبط لانه في يعني في مرات بكون في قيم صغيرة جدا ما تحطيش الابط. بس مفروض انها تزيد. مرات يكون خط بالزبط هاي مرات يكون هنا بتطلوها في مثل اسمه هو اللي بعمل لهدون. احد الطرق. مش الطريقة الوحيدة للجنيريشن تبع خلا اشوف عدد طلسة مصمودة جنوزان. هللي احنا صرنا على الفين هيرتس. الكارير فيكنسي. لسه هادي على خمسين هدا راح متأكد منها هاي لسه تعطيلي خمسين. لكن ارتفعت للألفين. هلا خلينا نحاول عدين. ازا عدينا هدول عندي واحد تنين تناتة اربعة خ古بسستة ستة سبعة تمنيت تسعة عشر اكتش اتناعش تطعة اربطاش خمسطعش سبعة تحتش تونة تسعتاش عشرين واحد او beloين وهكي او though ثلاثترة اوatsu او 셋ين 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 41 ح Strike huhgani حنا احنا بالاول? لو اخذنا مثلا هلا ثمانثالاف هلا هون السؤال ليش احنا عم نغير هدول ليش بنرفع هلا رح نشوف هلا رح نشوف ليش بنرفع عشان اخفت هارموس هلا احنا لما غيرنا تغير معي خلينا مثلا هلا نراقب الكرشت هلا احنا هون راقبنا اللي موجود اللي جاي على اطراف المحرك فعندي هاي طرف من P وطرف ال vida انا ما اخدو مقبول من C مثلا فانا ما اخد ما بين B وC و terminus pipe طبعا مفيشا انتر ليش بنبت اي اي ايش اسم happening phase voltage هلا ممكن ممكن اني اتطلع الأرت اتطلع النار من هون لمتفرضه بس احنا هلا رح انركز على turnage. فراكم اخد ال current هلا انا current ما اخد اي current هو ما اخد Satan. سوف نتطلع على شكل الوائفور وراح نزل الان الارجاية الارجاية لخمسمية حطها خمسمية في البداية لسه هاي خمسين هيرز بنا يتأكد ما عم بطلع على خمسين هيرز خمسمية خلين نعمل الان رم اللي فوق هو الكرنت واللي هون عنا الولتج هلأ رغب انه ايه الشكله هالشكله صينوسويدل ملوش علاقة بالصينوسويدل ها بس هي ترك احنا عملناها احنا عارفين انه اللودي اندكتف ولانه اللودي اندكتف شو عملنا عملنا فبسير يزيد وينزل يزيد وينزل ففي هاي شايفين اللي هون هاي سبقها انه بس شكل هاي عماله بقترب من ايش خلي نتأكد من اللي فريكنسي هلا ازا اللي فريكنسي بده تكون خمسين هز بده يكون عنده بسايكل كاملة رح احاول اخد اعمل زوم على سايكل كاملة من هون لنفس النقطة بدي ارجع مضبوط فتقريبا ازا رجعنا من النقطة لنفس النقطة قديش عندي من هون نحن عندي من 0.06 لا تقريبا 0.08 ازا ليش 0.06 لا 0.08 0.02 0.08 ساقنس منس 0.06 ساقنس راح اعطيني 0.02 ساقنس 0.02 ساقنس شو بتساوي بالميلي ساقنس 20 ميلي ساقنس واحد ع 20 ميلي ساقنس شو بعطيني 50 ميلي ساقنس موجودين هون. هلا كل ما زدت اللي موجودين هون ايش راح تصير بهاي راح تصير اقرب ثم تخفي في الهارمونيكس الموجودة فيها. لو حللت هاي جيبت مثلا راح عدد وهاي الهارمونيكس راح تعمل في المحرك راح تعمل راح تعمل مثلا راح تعمل اضافية ما بحتاجها راح في متذكرين شرحتها حكيت عنهم راح نحكي عنهم بالكورس هدا بعدين. ازا هلا حتى اخفف من الهارمونيكس الموجودة. راح ارفع الفريكونسي تبعتي الكارير. هلا عادة انا بفضل لو الفريكونسي تبعتي الكارير تكون مرتبل هاي الفريكونسي. اعرف ايش. من الماكرو بروسسر اللي عندك. عندك ماكرو بروسر وماكرو كنترولر بداخلها بتغييرها. بعدين تبتثبته. تثبته على تمانية كيلو هيرتس او 14 كيلو هيرتس. ايش اللي بمنعنا نرفع الكارير فريكونسي كتير. في الاجي بي تي. هدو رح يصير فيهم عادي. هلا رفعناها لقداش لالف. هلا بتلاحظوا شكلها احسن من اول مزبوط. ازا بدي اكون دقيق واقول اتنا تحسنت وصارت صاني صويدة الاحسن من اول ايش الاشي العلمي اللي بدأ استعمله? توتل هارمونيك ديستورشن. رح حط هذا ادخل على توتل هارمونيك ديستورشن. وسي رئيسة توتل هارمونيك ديستورشن. العدد هون طبعا هدول عدد اللي رح يعتمد على الكارير فريكنس اللي حطيناها. اللي هلا بالحالة هاي قديش? اه اللي واحد وشيناء والف هيرتز مزبوط. هلا نرفع على تمانية كيلو هيرتز. تمانية كيلو هيرتز. فرح ارفع هون الكارير فريكنسي لتمنة الاف. راح نعمل ران مفروض يبدا يتحسنها. الكارير فريكنسي وبنخفف الهارمونيكس. هلو رح تشوف لكم ممكن نغير الاوتوت فوتش. واضح له شكل ويف فورم احسن بكثير. بس السويتشنج كتير عالي. السويتشنج عالي طبعا. رح يزيد الهيت لوسيز هلا رح تزيد في. ونحنا اخد في هذا الكورس رح ندرس كليف لحسب السويتشنج لوسيز في هادا الكمبونت دعا. قديش بحمة وإيش الهيت زينك اللي اياه. هلا مش شايفينه ما احنا بشكل واضح لانه بدي نعمل زوم. هلا بنعمل زوم بس يخلص. نعم. اكتر من ايش. ما لهم. اه طبعا العدد رح يزيد للا اكتر. واحد واربعين هلا از انت بتحسب تقريبا رح يكون. احنا تمانية كنا قديش هناك. اه ممكن حوالي مئة وستين. خلينا اعمل زوم عليها. واضح شكل الواي فورم ممتاز للاسات. هاي تقريبا الليمت في الاجهزة الحقيقية من تمانية لاربع تارش. من تمانية كيلو هيرس لاربع تارش كيلو هيرس. هلازو تطلع هون على عدد تحاول بتعددهم. حتى صعيب لعندهم احنا ماني ولي من هون. بس واضح العدد رح يكون اعلى بكتير هناك. هادا شو ساعتني? خفف في الهارمونيكس في الابوت. ازا بدي ايس الابوت بدي اخذ اللي موجودة هون هيها. هاي سيجنال. لاحظوا هاي سيجنال مش كارت. هاي مون سيجنال. هادا الكارت موجود هون ها? هادا كارت. بس احنا حولنا لسيجنال. هاي السيجنال ممكن ادخلها على تي ايج دي. نعملها على تي ايج دي. خلينا نشوفها على تي ايج دي. نعم فضل بس. بس لو بدخلت من كارت كدك في اتزوي عشان ما بطلش بدي احولها لسيجنال. عفكرة ما رعرف انه اللي مليسه هو 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 ايش بقيس? يعني بتطلع بقول الفرجيني الوايف فور. الوايف فور هاي انا رح اعطيك قديش هي بتحتوي وقديش نسبة الهارمونيكس او اللي موجودة في الهارمونيكس بغض النظر. بس انا بأكد لك انها سيجنال اللي بدي اتروح للتي ايج دي. طيب. شو نعمل? خلينا نازل نعمل خطوة بس اه واحدة. بس نقارن التي اتش دي ما بين مثلا الخمسمية هرتز والتمنتلاف هرتز. نتأكد فعلا انه الهارمونيكس بنزل. فحث نعمل توتل هارمونيكس راح نروح اللايبري براوزر تبعت السيم فور سيستمز. التي اتش دي موجودة في السيم فور سيستمز مش في السيم يلو. فلازم نروح السيم فور سيستمز. وازن انه بالمجرمنت موجود مضبوط ولا في الاتفانسد مجرمنت. الاتفانسد مجرمنت. الاتفانسد مجرمنت. هلا هون راح تشوخوا في اشيء اسمي في مين فوريا. في اكتب وي اكتب باور. ادخل له بولتج وكررن. احنا وفي مين فاليو. في رمس. بقدر كمان احزب رمس دوي افور. تفهم راح اخذ التوتل هارمونيكس دي ستورش ها. من دخل السيجنال وباطيني. لازم ادخله لفريكنسي. ما في معنى ان ادخل لفريكنسي بيتو. ادخل توتل هارمونيكس شوش بدو مدخل لفريكنسي. از راح ناخد هادي التي اتش دي. راح ناخد التي اتش دي. راح نحطها على الكرنت. راح اخد منها الكرنت. الكرنت وفور. هاي ماشين مضبوط. اه ايا هاي مضبوط. اه ايا هاي مضبوط. ها اخدها من هنا. اهم اشي نتأكد منه. لازم تكون خمسين ولا منهاش معنى لان هو. ايه هو انت بدك تحكي له مرة يطلع يحمل السيجنال. وبعدين بدي احضب ديس بلي اه. بدنا ديس بلي خلا نجيب من اللايبري براوزر ديس بلي. هادا ديس بلي مفيد ما بحتاج احط ديس كوب خلاص باخده بعطينا رقم. فرح ناخد الديس بلي هادا نحطه على الاربود تبعا التي اج دي. هيك جاهزين نعمل راح نبدأ اول اشي هلا بالخمسمائة هرتز. فرح نعمل الكارير فريقونسي خمسمائة هرتز. نعمل ران. فبتشوف التوتل هارمونيك هون. ممكن طبعا يكون اكبر من الواحد. ممكن يكون اكبر من الواحد. مش مش مع اه. عندي هلا تقريبا ارباطاش المية اطناعش المية تمانية بالمية. يعني مش عم بيثبت مية بالمية بس تقريبا حواليا للسبعة بالمية. مزبوط. 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 مزبوط عشرة بالمية. عشرة. مزبوط عشرة بالمية اوكي. تقريبا عشرة بالمية. هو المشكلة فيها باستمرار. انا ثلاثة عشر راح نسجل ثلاثة عشرة يا ثلاثة عشرة بالمية. بس خلينا نحط هون. هل نحط كارير فريكنسي. هاي الكارير فريكنسي. لما كانت خمسمية هرتز. التي اتش دي. كان بيساوي. خلينا نقول تقريبا عشرة بالمية. راح يتقارن مثلا هون تمامية هرتز. راح تشوف التوتل هارمونيك بستورش خلينا بس نتأكد من الويل فورم ما نسكر هاي واضحة عشان هيك عمالة بطلع عندي كتير لانه شكل الويل فورم مشوط. لو رفعت. لو عملنا ران الان بتمنتالاف هرتز مفروض ينزل التوتل هارمونيك نعم. باخد وقت اطول. هلأ اي بلوك بتضيفوا عفكرة فيها. خلينا هسابات مبطئ العملية مبطئ الزمن. بعدين كمان بعتمد على تبع على السوليسكوب. بتنزل السوليسكوب كمان بيأثر على نعم. ما هو لانه عم نعمل احنا. في ستارتين كارنت وفي رانين كارنت. هلأ منعمله ران لفترة اطول ما هو بيوصل سرعته في بداية سرعته من خفضة. ها ما هو بيبدأ كارنت تعالي وبعدين بنزل الكارنت. يوصل لقيمة هلا بعمل ستاري ستارت لما وصل السرعة تبعده هلا بنحاول نقادم بالسرعة. ما ديش وصل معنا. نعم تفضل. ها ما هو اسم كار اارمتشار كارنت. ستار كارنت. ستار كارنت هو هاي اللي عمليسه هلا. في اشي غلط في التوتر هار مستورشن ولا لا. طبع عالي. خلينا نشوف شكل خلينا نعطي فترة اقوى. نعطي سكند. بس دكتور هو كأنه ما أخوض من الكارنت. ما أخوض من الكارنت. هو الكارنت صحيح. بس شكل الكارنت هو امتاز كسينوس. هلأ المشكلة يمكن لانه بعمل ستارت يبقى عماله بتغير تبقى عماله بقى ثلاث توتل هاروني بس واضح انه محسن من اول. شكرا لكم. ترجمة نانسي قنقر اه مزبوط مزبوط هو بيصير انه بتأثر هلأ ما بعرف اذا هو بأخدها بيعين اعتبار ولا لا لا بعرفش المفروض هلأ قيمته تبدأ تنزل لما يبدأ ينزل فانا نطلع على شكل لما احنا منضيف بلوق توتر هارمونيك ديستورشن فيه كأنه حسابات كمان بتصير فيه فهو كمان ببطل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهي عمال وتختليف الامبلتيود تبعه هلا عام تقريبا 2.6% بالمية اقشرة 6 اقشرة 6 تقريبا 2% حتى ذلك لما اسناب الاول كمان فيه اعمال وبدخل عليه فيه خطأ كان هو ثبت اكتر على حوالي ستة سبعين مئين بس لانه احنا في عنا عشان هيك اخد وقت هلأ انا ممكن اختصر بالسطارتي فيز نعم ممكن 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 اكتوغل ممكن تمغي الاسلسكوب كله تماما يمكن نعم طيب بس فيه مجال ما تنغيش اه اه ممكن تلغي ممكن تلغي ممكن تعطيه انيشال كونديشن هو توب سبيدي اه تحط سليب زيرو انيشال سليب زيرو دك خاني شوف اذا عملتله هلا استوب اذا عملتله استوب رح يبين معي مش هيك على السلسكوب اوكي هاي هيك يمكن اوضح يمكن هذا السبب انه تحسن معي انه وصل للتوب سبيدي اوكي هاي لسالة انت عنه هاي ستارتين كاربت هو مش نيسي فلازم يبين لي اي سي بس الامبليتو انت باهم يكبر ومزر اوكي هاي هو امكان كبير اعمل ستارتين كان مفروض هون وصل تقريبا السرعة طبعته بس احنا مش عاملين بروت بس السرعة اه فنزل تقريبا اثنين بالمية هلأ انا بتنقطع القيمة السابقة هلأ قلو انه استنينا عليك انا تنقرر بسبعة بالمية حاليه قرر بسبعة بالمية جهدك احنا كم اعكد احنا كم افضل شكرا